يسعدني أن أرحب معي هنا بالستوديو بضيفتي الأستاذة هلال بلوشي مديرة الدعم والمساندة في الشركة العمانية للاتصالات سيدة هلال مساء الخير أهلا بك معنا مساء الخير على جميع المستمعين الحين والمتابعين أهلا بك طبعا أنت من الفائزات والمكرمات بجائزة الشرق الأوسط للتميز عن فئة ريادة الأعمال وتطويرها ماذا تعني لك بداية هذه الجائزة وقبل كل هذا ألف مبروك على التكريم الله يبارك فيك أول شي الحمد لله أني فست فيها وأكون أول عمانية فازت بهذه الجائزة واللي خلت هذه الجائزة تعني لي أنها صارت تكليف علي أكثر من أنها تشريف لأنه لما تكوني أول وحدة بالبلد تحصلي على هالمستوى من الجائزات على مستوى الشرق الأوسط رح يكون على عاثقك حمل أكثر أنك أنت تعطي أكثر لبلدك وللناس اللي حواليك وللمجتمع فهذه الجائزة لعمان كلها لي أنها شخصيا أخذتها عن فئة ريادة الأعمال وتطوير الأعمال كيف نجحت هالة في الوصول إلى هذه المرتبة إلى مرتبة قيادية في ريادة الأعمال والله أنا بديت من عمري صغير يعني كان عمري 24 سنة بألفين وستة بديت أول شي كنت أعمل بالشركة العمانية للاتصالات كموظفة وبديت بعدين تجارتي الخاصة من تصميم الأزياء بعدين وسعتها للفعاليات بعدين فيها فعاليات نقدمها للمجتمع وتطويرهم من ناحية تعليمية ولحد على هذه السنوات كلها وصلت لمنصب قيادة بالشركة بعد فالحمد لله قدرت أنجز على الصعيد المهني وبنفس الشيء على الصعيد التجارتي الخاصة طيب في اليوم المرأة العالمي يعني غدا سوف نحتمل به جميعا قبلها بيوم تكرمين من مؤتمر شرق أوسطي يكرم أبرز الأسماء القيادية في منطقة الشرق الأوسط ماذا يمثل لك ذلك فيما يخص هذا اليوم العالمي يومك كيوم مرأة ومتزامن مع هذا التقليد والصراحة فخر كثير يعني وكثير فرح يمكن صار لي أسبوع أنا أنتظر فرز الأسماء يعني الموضوع مش أنه كان طبيعي ومرتاحة واللي خلى على مجهود ضغط أكثر أنه بكرة إن شاء الله رح قدم ورقة عمل قصة نجاحي كيف أنا نجح فهي نفس الوقت هدية بس بنفس الوقت لازم تقدمي للناس والحضور أكثر من 150 امرأة على مستوى الشرق الأوسط وفي ناس جايين من أمريكا فهذول كلهم جايين عشان يسمعوكي فأنت مضطرة تقدمي لهم كل العقبات والصعوبات وبالنهاية لمسة النجاح اللي حصتيها من كل التجارب اللي مريتي فيها طيب شاركينا بنبدأ عنها تغييرها يعني العقبات اللي واجهتك كيف وصلت يعني ما تحديت تحدتيها كلها لوصلت لها المرحلة أول إنجاز أن ما هي سهلة أنك تنجحي بعملك وبتجارتك وأنت أم يعني أنا عندي ابني الله يحفظ القيصر وعندي بنت ميس فأنك بنفس السنوات تربي أجيال وتهتمي بالبيت وبالعمل وبالتجارة هذا يحتاج للتنظيم دقيق وأكيد الدعم يجي من المحيط اللي أنت فيه لو ما كان عندي هالمحيط لو كنت يمكن تكون فيه عقبات خلاص ليش استمر خلاص ليش أتعب نفسي بس فيه كانت شيء اسمه طموح حتى زوجي يقول لي دايما ليش أتعب بنفسك ليش كل هذا قلت له فيني طموح يعني للحد اليوم وبعد هالجائزة أحس أنه لا لسه لازم أعطي لازم ما أنام كثير لازم أهتم في كل شي حوالي لازم أكون كل شي بورفك يعني حتى مثلا على مستعوى الفعالي والعمل ما أحب أنه أنجز بس خلاص أنجزت لا لازم يكون لحد الامتياز أنه يكون فيه برفكت حشن يعني إذا أقل من كذا لا مش هالة يعني ما أحط شي باسمي إلا لما يكون لأعلى القمة مرأة الخليجية أثبتت نفسها بشكل كبير خاصة خلال السنوات الأخيرة يعني مرأة السعودية المرأة الإماراتية المرأة العمانية ما شاء الله أنت مثال الآن وتمثلين عمان يعني سلطنة عمان ككل يعني دور الخليجي والحكومي في دعم هذه المرأة إلى أي مدى هو الذي جعلها تبرز وتبرز بنفسها بشكل أكبر والله أنا أحس لسه يعني لو مو مساندة الرجل احنا ما نجحنا يعني فيه كثير يقولون لك لا الرجل الشرقي هو العقبة لا الرجل صار يساعدنا بالبيت لما احنا نكون مسافرين الرجل الخليج أيوة الرجل صار مسؤول عنا بالدوام ويرشحنا عشان نحضر هذه المؤتمرات يعني الرجل صار إلى دور بعد أن احنا نبني نفسنا لأننا فتحولنا المجال وصاروا خلاص ند لند يعني جالسين جنب بعض بنفس الاجتماعات على مستوى الدولة من وزير من وكيل يعني كثير يعني ما صارت أول كان فكرهم أن العباية رح تكون عائق الشيلة رح تكون عائق لا الحين نشوف كبتن طيارات بنات نساء عمنيات نشوف أطباء ويداوموا نايت شيفت وصار عادي معناته المجتمع صار متقبل أن يشوف المرأة بأي مكان طيب دور دعم الحكومة حكومات الخليجية الحكومة يعني أنا الصراحة يعني لاحظ والله يحفظ لنا السلطان قابوس خصص لنا يوم خاص للمرأة العمانية نحتفل بيه سنويا فلما القائد في البلد يخصص هاليوم يوصل رسالة لجميع الرجال أن هذه المرأة لازم تحترموها بالنهاية هم أصلا كلهم كل الرجال اطلعوا آخر شي من وين من ظلع امرأة فهو هذا لما تحصل الدعم من القائد الكبير يتدرج هو كسلم يعني هو يعطي الأوامر بطريقة شفافة واضحة رسالة أن أنا خصصت يوم للمرأة العمانية ولنرجع بعيد يعني الحمد لله المرأة العمانية من يومها حتى لو كانت ربت بيت بس من هذاك البيت طلعت دكتور مهندس محامي يعني قدرت تنجز كأم فما هو الإنجاز أن أنا أكون بالمكتب وأشتغل على الكمبيوتر الإنجاز يبدأ من البيت جميل بس رسالتك يوم المرأة للمرأة العمانية أولا الخليجية ثانيا والعربية عموما العمانية والخليجية والعربية في كل البقاع الظل مرأة حساسة طموحة تزعل تمر عليها أمور لكن بالنهاية تقدر تنجز يعني أنا مرت علي ثلاث سنوات أدرس الماجستير أشتغل الصباح المساء أسوي فعالياتي أصمم أزياء كلها بنفس السنوات وربي عيالي فمدام أنا نجح أكيد كل إمرأة إذا عندها قناعة وثقة بنفسها راح تنجح شكرا لك العفو حبتي ومبارك لك هذا التكريم وكل سنة وانت طيبة مناسبة اليوم المرأة الله يبارك فيك وكل سنة وانتو طيبين وكل النساء اللي تابعونا شكرا لك شكرا هالل بلوشي مديرة الدعم والمساندة في الشركة العمالية للاتصالات شكرا لقدومك للسوديو وهذه الاستدار العفو